أعلنت بعثة أممية ارتفاع ضحايا الألغام الحوثية من المدنيين في محافظة الحديدة بنسبة 30% خلال الفبراير الماضي مقارنة بالفترة المماثلة لعام 2022 جاء ذلك في بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة أمها وقال البيان أنه تم رصد 21 ضحية من المدنيين سقطوا بانفجار ألغام في محافظة الحديدة خلال الفبراير الماضي وضفت البعثة أن بين هؤلاء الضحايا 12 قتيلا وتسعة جرحا